أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل قرابة 15 من عناصر حزب الله اللبناني في مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان كما ذكر الاحتلال أن مقاتل الجماعة المدعومة من إيران كانوا يتمركزون في المبنى في تصعيد جديد صارخ للعدوان على لبنان أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قنابل فسفورية محرمة دولياً في غارتها على الباشورة وسط بيروت التي استهدفت مقاراً لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله أما الضحية الجنوبية فلا تزال تعيش ما بين الغارات الإسرائيلية وطلبات الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال لشن غاراتها فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد النازحين من الجنوب اللبنانية قد تخطى المليون شخص ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سمانية من الضباط والجنود وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك التي دارت مع عناصر حزب الله من جانبه أعلن حزب الله أن عناصره تصدت لمحاولتي تسلل قوة من المشات الإسرائيلية الأولى إلى بلدة العديسة واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأكبروها على التراجع أما الثانية إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية مؤكداً أنه أوقع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وفي بيان له أكد حزب الله أنه استهدف في وقت سابق جنوب كريات شمونة والسكنة زرعيت ومجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا كما شن بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض للمدفعية وأصابت أهدافها بدقة فضلاً عن تدمير سلاس دبابات مركافة بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس ويعاني النازحون اللبنانيون من جراء العدوان الإسرائيلي بعد أن اضطروا لترك منازلهم وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد النازحين قد تخطى المليون شخصاً كنت نحن خايفين عدوه الصغيرون يضربون ما كان وين ما كان يضرب نحن مهجرين من الجنوب أنا بتذكر أمي كنت صغيرة وأمي تأخذنا لما كنا نتهجر بالقبل تطلعنا بكميون أخذتنا على مدرسة عالزايدانية رجعت ربّت أوليدي وأنا بهرب ورجعت عم ربي أحفادي وأنا بهرب وبعدنا قضينا عمرنا ونحن منهرب وخلص العمر وأنا أنا هلأ هون يعني أنا مائتي لا أفضل قعد بجنوب وموت وخلص ما هي الحياة مائتي مائتي الانسان بهالحياة نحن شعب تعودنا على الحروب خايفين؟ خايفين بس مش أنه لدرجة نتركوا بيوتنا شو بدنا نعمل يعني تعودنا طلعا يا حماي ما متفاقلين إن شاء الله يعني بيمشي الحال ترجع لأ شكنا